السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا اليوم الاثنين خمسطعاش تموز يوليو القمر اليوم موجود في برج العقرب استقر تماما ورح يظل موجود في برج العقرب حتى فجر يوم الاربعاء يعني الساعة وحدة واربع وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت جرينج القمر الان موجود في منزلة القلب وهي منزل الى الضفر والنصر والثبات والربح والسلامة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة ودقيقتين من صباح اليوم الاثنين بتوقيت جرينج لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الشولة وهي منزل الى الضفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط القمر بما انه موجود في برج العقرب معناته خلال هذا الوقت ما منعرف الحل الوسط لا في تصرفاتنا ولا في علاقاتنا يا منحب يا منكره يا منتقرب يا منبعد يا منتواصل عن الغير يا منقطع العلاقات وبيلعب الجنس دور مهم في حياتنا احنا بحاجة الى التحكم في عواطفنا وتصرفاتنا بشكل جيد وخاصة الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل او ضغط عاطفي فممكن ينفجروا عند اي مواجهة او كلمة او انتقاد في من حولهم يمكن استغلال هاي الفترة اللي القمر بيكون موجود فيها بالعقرب فيما يتعلق بشركات التأمين او الضريبة او البنوك او قراءة رواية او مشاهدة في المغامرات او اتخاذ قرار مهم بشراء منزل مثلا او استئجار منزل او بيع عقار بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم ما فيه الا زاوية وحدة وهي زاوية خطيرة طبعا ذكرتها في انتقال المريخ الاخير وطبعا هاي زاوية المريخ موجود بالثور وزاوية الاقتران ما بين المريخ وما بين اورانوس وهي زاوية سلبية وخطيرة ذروتها اليوم الساعة ثنتين واربع دقائق عصرا بتوقيت جرينج طبعا تأثيرات هاي زاوية هي بدأت من اول الشهر ولكن التأثيرات القوية بدأت من يوم خمس سبعة ورح تستمر لغاية خمس وعشرين سبعة بالنسبة لتأثيرات هاي زاوية طبعا ذكرنا في حلقة انتقال المريخ للثور انه بهاي زاوية تحديدا بيكون عنا تردد وخوف من اتخاذ قرار حاسم في حياتنا او بيجعلنا غريبي الاطوار عنيفين وهذا الشيء ممكن يضر بالعلاقات اللي صداقة او تسبب شقاقات عاطفية والبعض ممكن يشتكي من تقلبات في المزاج الجنسي بين الضعف وعدم القدرة وذكرنا دوليا انه هاي زاوية بدل على احتمال وقوع حوادث مفاجئة كحرائق او تفجيرات او وقوع طائرات او حوادث الها علاقة بالسك الحديد او زلازل او عواصف وممكن يقع نوع من انواع التمرد او المظاهرات او العمليات خلص ما في دوام او اضرابات او انقلاب عسكري او يتم عزل او قتل احد القادر الكبار طبعا بالنسبة للتمرد ملاحظين العالم انقلاب عسكري حدث قبل فترة انقلاب وفشل او ممكن يتم عزل او قتل احد القادر الكبار طبعا عزل تم واستهدافات تمت برضو بتشهد هاي الفترة مظاهرات او اضرابات في قطاع الصناعة او الصحة وبرضو على المستوى الصناعي شركة سامسونج اضربها المفتوح اللي بيمددوه كل فترة واضربات اخرى وعلى مستوى الصحة المشاكل اللي عنا في البلد في الاردن على مستوى الاسعار ما اسعاره ورفع اجور الاطباء وخلافهم ما بينهم وبين المقابة برضو قمع للحريات او او تسألوش وبتشهد هاي الفترة فضائح اجتماعية او جنسية طبعا انا مش مطلع على هاي الامور اذا حد عنده اطلاع فانو انا ما بسمعش شو مشاكل الناس بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا طبعا الاعضاء اللي في جسمنا هي الاعضاء الاكثر حساسية الاعضاء التناسلية المستقيم الشرج الاحليل الغدد التناسلية المبايد لبرستاتا عظم العنى والجينات طبعا هاي الاعضاء هي الاكثر حساسية هي اللي ما بنصح انا بعمليات جراحية كبرى لا الها ولكن عمليات اضطرارية ما فيه اي مشكلة باقي اعضاء الجسم طبعا ما فيه اي مشكلة لاجراء العمليات الجراحية ايضا مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لازالة الشعر الزائد بالليزر او الطرق التقليدية للاشخاص اللي عندهم كثافة شعر بدهم يتخلصوا منه اما الاشخاص اللي ما عندهم مشاكل ما فيه اي مشكلة يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح ايضا للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما انه موجود بالعقرب خلو المسار القادم زي ما ذكرنا رح يكون فجر يوم الاربعاء بابدأ الساعة واحدة وعشر دقائق فجرا بتوقيت جراناتش وينتهي الساعة واحدة واربع وعشرين دقيقة فجرا بتوقيت جراناتش اما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدب عمره عشر ايام الساعة احداش وست عشر دقيقة صباحا منبلش باليوم الاحداش نسبة الاضاءة ثمانية وسبعين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في السرطان حتى يوم اثنين وعشرين سبعة سعيد بنسبة مية في المية القمر في العقرب حتى يوم سبعة عشر سبعة منتحس بنسبة عشر في المية ساعة الظهر سعيد بنسبة خمسة عشر في المية ساعات المساء منتحس يعني ساعات المساء المتأخرة بصير منتحس بنسبة عشر في المية عطارة في الاسد حتى يوم خمسة وعشرين سبعة منتحس بنسبة أربعين في المية الزهرة في الاسد حتى يوم خمسة ثمانية سعيد بنسبة أربعين في المية المريخ في الثور حتى يوم عشرين سبعة منتحس بنسبة ثلاثين في المية المشتري في الجوزاء حتى يوم تسعة عشر سعيد بنسبة خمستعاش في المية الآن ساعة الصباح منتحس بنسبة عشر في المية بسبب زاوية التربيع اللي بدأت تتأثر الآن زاوية منفصلة ما بين المشتري وما بين زحل زحل في الحوت بيتراجع حتى يوم خمستعاش احداش منتحس بنسبة عشر في المية ورانوس في الثور حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة ثلاثين في المية نبتن في الحوت بيتراجع حتى يوم سبعة اطناعش منتحس بنسبة عشر في المية بلوتوف الدلو بيتراجع حتى يوم اثنين تسعة منتحس بنسبة عشر في المية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا بيظل اليوم يحمل لكم فرصة لمكسب مالي هذا المكسب بيجي مصدر شراكي أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية عالج الأمور بموضوعية وتجرد وكون حريص على تلطيف الأجواء استشير وتأكد من المعطيات قبل التوقيع على العقد أو على المشاريع برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم طبعا القمر موجود مقابلكم جيد للعمل مشترك تعامل ما بين شركاء المال أو العاطفة أو ما بين الأزواج أو الأحبة أي شيء مشترك فبتكون تحافظوا على هدوء عصابكم ونبرز صوتكم وما تعرض لقاءك للفشل ممكن تسبب لك هاي الفترة نوع من أنواع الحزن أو تشعر بالظلم أو القهر أهم مش إنك ماتي أسكون صبور عشان تقدر تتجاوز هاي المرحلة برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء أنجزوا ما بغسعكم من العمل المتراكم نظموا جدوى الغذاءكم واخذوا قسط كافي من الراحة وما تسمح لأحد إنه يشكك بقدراتك ناقش واستفسر عن التفاصيل استشير الخبراء ما تتشبث برأيك واستمع لأراء الآخرين بهدوء وروية وما تتسرع في قراراتك ممكن اليوم بعض موليد برج الجوزاء ينشغلوا بملف أو معاملة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا بتجتازوا يوم إيجهبي بيبعث على البهجة والإنشراح اليوم موجود في البيت الخامس عندكم القمر فما بيتخلى الحظ عنكم عاطفياً مالياً نفسياً ممكن تنجح في مفاوضات أو تحقق أعمالك نوع من أنواع التقدم خصص وقت لعائلتك لأحباك اهتم بنفسك بهواياتك انت اليوم مشحون بالحيوية والحماسة لمتابعة مسالك وللتواصل مع المحيط برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بتنهمكوا في إدخال تعديل على مسكنكم منكم أشخاص ممكن يغير سكنوا أو يميل للتقارب من أفراد العائلة أو مديد العون لإلهم وممكن تدخل فترة فيها نوع من أنواع المواجهات مع الحبيب أو معحد أفراد العائلة هاي الفترة شوي متوترة ممكن تضطر للاهتمام بأحد أفراد العائلة أو بعض المنزلي أهم شيء إنك ما تهمل صحتك برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتنشطوه بالدراسة والسفر والاتصالات وبصير هذا اليوم مناسب للقروج في نزهة قصيرة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار هاي فترة مناسبة للمفاوضات شرط التحلي بالرؤية والحكمة والموضوعية وبدعوك للتكلم والتعبير عن عواطفك وتوضيح أفكارك ومنكم أشخاص ممكن يطلق حمل الترويج أو يسمع خبر سار برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم الفرصة متاحة للحصول على مال بيكون على الأغلب من عمل إضافي وتعتبر هاي الفترة حافلة بالأعمال والمسؤوليات اتفاعل بالخير وانطلق واسعى للوفاق والحلول الوسط ولطف الأجواء وحسن علاقاتك في انشغلات رح تكون على الصعيد المالي برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم انتم مشحونون بالحيوية وبينجذبلكوا أفراد من الجنس الآخر وبإمكانكم تبادروا لخطوة جديدة من شأنها انها الدعم من مركزكم الاجتماعي بدور الأحداث بسرعة كبيرة مع وجود القمر في برجكم تستعيد كامل حيويتك بتلقى جوابه بتنتظره ممكن تفرح لخبر أو لإنجاز معاملة وبتنطلق بمهمة طال انتظارها وفيه إشي جديد رح يدخل حياتك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا بتجتازه بصورة عامة يوم غير مريح صحيا ونفسيا لأن القمر موجود في بيت المتاعب رغم عدم وجود أي مخاطر إلا أن أحاول أنك تتمم أعمالك بشكل روتيني إنجز فقط ما بغسعك من العمل الضروري وحاول أنك تخلد للراحة وحاذر من بعض المحتالين وخيبات الأمل الحضوض قليلة فما تجازف بانتظارك تأخير وفوضى من المستحسن عدم الارتباط بمواعيد مهمة برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتنشطه اجتماعيا وبتلتق أشخاص بترتاحه لصحبتهم وبوسعكم تحقيق أمنية ومساعدة صديق ما الأهمش أنك ما تعمل وحيد بل شارك وساعد وتعاون مع الغير لتحقيق النجاح المطلوب ممكن تفرح بوجود أحد الأصحاب أو ترفع عن نفسك في لقاء ودي غير منتظر برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تحسين على طبيعة عملهم واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم من الرضا المسؤولين ومنكم أشخاص ممكن يهتموا بصحة أحد الوالدين أهم إشي أنك ما تنجر وراء التسرع والإنفعال حاول أنك تكون هادئ القمر بشكل نوع من أنواع التحدي ممكن تكون غاضب أو عدائي فبدك تحذر الخلافات وممكن تكرم أو تحصل على فرصة مهمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتنشطوا بالاتصالات والسفريات واللقاءات وخصوصا مع الأجانب وممكن يصلكم خبر صار من بعيد وبتشعروا بقوة العاطفة مع أحباكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لإجراء مقابلة ممكن تسافر في رحلة أو تفرح لانفراج أو تسوي مهمة أو تهتم بهواية جديدة بتكون حيوي ومتحمس لمتابعة المساعي وكذلك عندك القدرة على التواصل مع المحيط هيك بنكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر